ننتقل إلى زاوية أخرى وهي من أخيرة الجريدة كاتب وصحف حيدر المكاشفي بزاويته المعروفة بشفافية جاءت اليوم تحت عدوان قانون تحرير الدولة استهل حيدر المكاشفي هذه الزاوية وهي يقول القانون الذي أجيز الخميس الماضي وقضى بتفتيك النظام البائد وإزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني المخلوع بأمر الجماهير قبل القانون كان من المفترض برأي الخاص أن يسمى قانون تحرير الدولة بدلا من التصمية التي أجيز بها وذلك ببساطة لأن النظام البائد قد استعبدت دولة واستعمرها على مدى ثلاثين عاما يواصل حيدر المكاشفي ويقول ولهذا فإن أي حديث عن استعادة الدولة هو بالأحرى حديث عن تحرير مؤسسات الدولة من قبضتهم الخانق وتحرير الوظائف من كوادرهم التي ظلت تنتقل دون وجه حق ودون مؤهل كاف بين المواقع المختلفة كما تتنقل الفراشات يمضي حيدر المكاشفي يقوله بكلمة واحدة نقول لقد حان أوان حل دولة الحزب وإحلال محلها دولة الوطن والمواطنين أجمعين والقضاء على السلطة المطلقة والنهج الشمولي القابط الذي جعل من الحزب والدولة شيئا واحدا تمهت السلطة في الحزب وتمدد الحزب في السلطة ووضع الدولة في خدمة الحزب رئيس الدولة هو رئيس الحزب ومساعد الرئيس في القصر هو نائب الرئيس في الحزب والوالي هو رئيس الحزب في الولاية ووزير الوزارة الفلانية هو أمين القطاع العلاني في الحزب وهكذا دوالي خدم حيدر المكاشفي ختم هذه الزاوية وهو يقول كان ذلك وضع مقلوب وصورة شائهة جعلت الحزب الحاكمة يكتم على نفس الحياة السياسية ويصيبها بالأزمة والاختناق ويوريثها الإملاق من خلال سيطرة على مؤسسات الدولة ولن تصح مناخات الحكم ولا يمكن إصحاح بيئة السياسة إلا بتحرير الدولة من الحزب وتخليص راقبتها من تحت إبطه وهذا ما قرره قانون تحرير الدولة السودانية يقرأ قانون تفكيك النظام وإزالة التمكين